فإذا استقبل الإنسان القبلة استقبل القبلة فإنه إذا أراد يصلي يرفع يديه أولا قدميه بعضهم تلقاه قائلين كذا وهذا خطأ وبعضهم يضم قدميه ضما وهذا خطأ هي الانفراج البسيط المعلوم الموازنة دون أن يكون وبعض الناس في الصلاة يفشح تدى جزاها الله خير فإذا أراد يسجد صار بينه وبين صاحبه خلل يدخل هذه عانيها من السنوات القريبة هذه لفتحة الرجل المتري ما يجوز لا بد أن تكون القدمين هكذا في الموضع ثانيا الإنسان إذا أراد أن يصلي يلقي عينه في مكان سجوده لا يرفع رأسه هنا لا يرفع عينه ولا يخفضها هكذا يصير خنوع إنما هو قائم عينه في مكان سجوده استقبلنا القبلة والقدمين مستقبلة أيضا القبلة بانفراج يسير كهذا نرفع اليدين الكفين تكون مضمومة الأصابع ما يقول كذا ولا بعضهم يقول الله أكبر بعضهم يقول الله أكبر هذا صفة لا تليق بالمصلي أمام الله هذه صفة الاستسلام وهذه تكبيرة الإحرام يضم يديه تكون بطون اليدين إلى القبلة هكذا وين نرفعها كذا 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 هكذا لا هي لها ثلاث مواطن إما حذو المنكبين هنا أو أعلى منهما أو عند فروع الأذنين هنا يعني كذا أو كذا أو كذا زين يا شيخ يا السلام ثلاثة ثلاثة المواطن فقط يا كذا على الكتفين يا ما بينهما يا عند فروع الأذنين هكذا ثم بعد ذلك يكبر ويتوافق الكلام مع الفعل بعضهم يقول الله أكبر لا يا حبيبنا يقول الله أكبر الراء تنتهي والفعل ينتهي لا تسبق الله أكبر وبعضهم تلقى ينزلكمهم يقول الله أكبر وهو ينزلها من الوضوء السنة طبعا تحريك اليدين سنة وتكبيرت الإحرام ركن لا بد تقول الله أكبر الله أكبر هذا بصوتك هذا الركن تحريك اليدين اللي ذكرت هذا سنة لكن ليس من الأدب مع الله أن تدخل الله أكبر ويمد يديه هكذا أو يكون متكئا على يد رجل دون الأخرى مستقيم عينيه في المكان يرفع يديه أفرع الأذنين أو ما بينهما أو حذو الكتفين كيف نقول الله أكبر طيب اليد الآن كيف نضعها يميني كذا ولا كذا أيوة كذا طيب ما عليك مخرجنا لازم طيب نقول بعد ما قال هكذا أين يضع يديه الله أكبر لديك في مكان وضع السجوء اليدين ثلاث أماكن صدر بطن ما أسفل السرة كل هذه الأماكن جائز أن تضع يدك فيها ثلاث موابع ثلاث صدر بطن أسفل السرة كيف أضع يدي الصفة الأولى يميني على يساري هكذا أول أصابعي على مفصل كفي كذا زين كفي هكذا أو أمسك بيدي عضلي كذا أو أن أضع يميني على ذراعي الأيسار زين يا أضعها كذا يا أمسك كذا يا أضعها هكذا لكن كذا ما يجوز الله أكبر نعم كذا ما يصح وليست من الصفات الواردة ولي أقول لكم هذه كلها صفات ورد عليها ورد عليها الحديث طيب إذن هذه يدي هنا أو هنا أو هنا بعد ما قلت الله أكبر عيني طبعا ستكون هكذا ويجب أن تكون خاشعا لأن الله تلقاء وجهك إن انشغلت خرجت وما رأاك ربك أي ما ما تم الاحتفاء بك في الصلاة لا بد أنك تخاطب ربك الله أكبر بعد ذلك ماذا يقول الإنسان يبدأ بدعاء الاستفتاح وبعضنا يحفظ دعاءا واحدا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا دعاء مع أن هذا ضعيف العجيب من بعضنا حافظه هو الضعيف ما هو الدعاء الثابت في أدعية كثيرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الذنوب والخطايا أو اغسلني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تسمي باسم الله الرحمن الرحيم إن كنت تصلي لوحدك فقراءة الفاتحة ركن واجب لك كل واحد يصلي بالحالة المرأة وحد إمام يصلي وحد صلاة الفاتحة قراءة الفاتحة ركن لكن لو كنت أصلي مع إمام هل قراءة الإمام قراءة أهلي هل أسكت أو أقرأ وهو يقرأ خلاف بين أهل العلم سماحة شيخنا عبد العيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يوجبون قراءة الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية وبعض أهل العلم قال اقرأ الفاتحة إلين يبدأ الإمام يقرأ فاسكت بعدها لأن الله أمر أن ننصت للقرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا طيب هذه حفظكم الله إذن هو الآن قرأ الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين سنة ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر له طيب لو نسى الإنسان وقالوا لا الضالين آمين في الركع الأولى من الصلاة وركع نسى يقرأ ما تيسر من القرآن يبي يقرأ قوله لاحظ نساها هل صلاته صحيحة نعم صحيحة لأن قراءة الفاتحة ركن واللي بعد الفاتحة سنة سنة لكن يجب على الإنسان أن يحرص عليها لأمر الحبيب بها عليه الصلاة والسلام الآن انتهينا من القيام عينه في المكان السجود يده على صدره أو على بطنه أو أسفل الآن يريد أن يركع يسن له أن يعيد الرفع لليدين مثل ما بدأ في تكبيرة الإحرام إلي الفروع لذنين أو إلى المنكبين أو ما بينهما الله أكبر وأركع لاحظ الركوع ليس بهبط هكذا بعضهم ولا بعضهم يقول كذا زاوية قائلين كذا هذا مهب ركوع الله يحفظك الركوع يجب أن يستوي ظهرك حتى لو أتينا بماء في قدح على ظهرك ما نسكب يصير مستقيم الله أكبر لاحظ اليدين تفرش اليدين وتلقمها الركبتين كذا ثم تركع وعينك أيضا في مكان سجودك لا تقول كذا ولا تقول كذا إلا من كان به بداء في ظهره عند مرض ما يقدر يخفض عند مشكلة لا حر ولو ما صار إلا إيمان إذن هكذا يديه ونضع هكذا ثم تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا أدنى الكمال ثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وإن قلت سبحان ربي العظيم وبحمده فلا حرج وإن قلت سبوح بعدها سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا حرج لو قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذه كان الحبيب يحافظ عليها ثم سمع الله لمن حمد وأرفع يدي مثل ما رفعتها في تكبير ربنا لك الحمد وين ضع أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا جائز الحمد لله ربنا لك الحمد هذا الآن الواجب أعيد يدي إلى نفس المكان ووقع خلاف بين أهل العلم هل أسبل يدي هل يجوز أقول كذا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا أو أني لا بد أن أضعها المسألة خلافية الراجح أن تعيدها كما كانت قبل الركوع لكن إذا شفت لك واحد المسبل يديه لا تقول خالفت السنة لا ما خالف السنة ورد قول عند أهل العلم في قضيتي أن إسبال اليدين جائز لكن ولا تبدأ تشكك في صلاته صلاته صحيحة أو صلاتك صحيحة لكن الأفضل والأولى لأنه لم يرد حديثا ينص على وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ينص على وضعها على الصدر ولكن السنة كما قلنا أن نعيدها كما كانت هكذا ربنا لك الحمد هل فقط أكتفي إن زدت فهذا حسن لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أيضا ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء من شيء بعد أهل الثنى والمجد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت هذا الحديث أو هذا الدعاء قاله صحابي فقال الحبيب إن ثلاثين ملك نزلوا إلى الأرض يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله الله وبدأ ربنا لك الحمد ولذلك أحد السلف عندما رأى إنسان قال سمعوا الحمد كذا سجد على طول قال من منذ متى وأنت تصلي يوم شاف بسرعة قال من أربعين سنة قال من أربعين سنة ما كتبت لك صلاة الله وبعضنا الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع على طول سمع الله الله اصبر يا ابن الحلال أنت أمام الله وفقه كلمة وقفغ ربنا لك الحمد املأ الكون كله حمدا لله إذن نرفعنا من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الإطالة في الذكر هذا إذا كنت تصلي بالحالة الآن إما إذا صلوا لا تطيلوا على الناس خففوا عليهم لكن علموهم أكمل الصلاة ثم الآن ننزل إلى السجود السجود هل أنزل على يدي ثم أنزل ركبتين أو أنزل على الركبتين هكذا ثم أنزل بيدي الركبتين الراجح كلا صورتين صحيح نعم ها هنا حسن السجود ليس فيه رفع الحين نقنس سمع الله لمن حمد رفعنا ليدين وضعناها هنا السجود ليس هناك رفع لليدين ما فيه السجود يرفع إليه اليدين في السجود إنما أنزل مباشرة أخضع وأنزل إن نزلت بركبتين أو يديك ما هو بقادر أن ينزل على الركبتين بينزل على يقول كذا بعضهم ها ثم ينزل ثم يسجد لا حرج هذا لا حرج في ذلك لأنه محتاج لكن إن كنت لست محتاجا وعندك الله الحمد ما عندك اعتلال فانزل على الركبتين إذا ننزل الآن بنبدأ على الركبتين نقول بعد ما قلنا ربنا لك الحمد الله أكبر ثم أنزل على ركبتين وأضع يدي الآن لاحظ اليدين أنا أسجد بينهما كذا أضعها كذا وأضع رأسي بينهما ويجوز أن يتقدم رأسي على يدي يعني الآن كذا مجوز أني أقول هكذا كذا لكن كذا ما يجوز اليدين ما يجوز تتقدم على الرأس يا حذو الرأس يا خلف الرأس قليلا يعني الآن أنا وضعت يدي مبسوطة ثم وضعت جبهتي ويجوز أن تكون هكذا لاحظ لاحظ أن الأبط مع البطن ما فيه التصاق تجافي نعم فيه تجافي هكذا زين ولا فيه التصاق كذا ولا بعضهم يدخل يدخل أكواعه في بطنه وهذا ما يصح أو أنه يبسط الذراع اللي قال له آخرين وهذا يسمونه الافتراش لا يجوز لا بد أن تجافي حبيبنا كان لو مر السخل والعناق وهو ساجد لدخل بينه وبينين لكن اللي يصلون في المساجد اللي يصلون في المساجد ما يقول تجافي وتضايق اللي حولك بعضهم بأكوع يجافك لا إذا كنت تصلي في المسجد أدئا كذا وضع يدي رأسك ولا حرج بأن تضمهما قليلا لكن الأكمل هكذا وأضع رأسي بينهما وأجافي القدمين مع الوجه القدمين طبعا الكاميرا مدي تجيبها لا بد السنة أن تلتصق وتصير هكذا يعني الإبهام والأقدام تستقبل أي تستقبل القبلة لاحظ أنا ضممتهما وثنيت الإبهام هكذا ثم سجدت بعضهم يحط رجل على رجل هذا ما يجوز وبعضهم يلعب زين وبعضهم يرفعها وكل هذا لا يصح لا بد أن تكون للحبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أيضا بعض الناس يحط الطاقية لنهنى أو بعضهم لا يمكن جبهته وأنفه السبعة الأعظم اليدين ركبتين قدمين الوجه الوجه اللي يشمل لا بد أن تمكن الجبهة مع الأنف وبعضهم يحط أنف فقط على الأرض وبعضهم لا يسجد كذا يضع جبهته ويرفع أنفه وهذا لا يصح ثم إذا إذا انتهينا من السجود الله أكبر الله أكبر نجلس على القدم اليسرى وننصب اليمنى ونضع الأيدين إما على الركبتين هكذا أو على الفخذين وعينك على مكان السجود وتقول اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني أي دعاء لا حرج في هذا لكن اغفر لي مرتين السنة تقول ربي اغفر لي مرتين وإن زدت ارحمني عافني ارزقني اجبرني لا حرج في ذلك هذه هي أيها الأحبة بعد ذلك يقوم يسجد سجد ثانية ثم إن كانت له ركعة طبعا سيكون له ركعة الثانية لأن الصلاة مثنى مثنى يقوم إما معتمدا على قدميه على يديه هكذا أو على فخذيه نعم إما هكذا ثم إن كانت الركعة الثالثة فيسن له أن يرفع يديه الثالثة يعني بعد التشاهد الأول قمنا للثالثة في صلاة المغرب في صلاة العشاء أو غيرها إذا رفعنا للثالثة نقول الله أكبر وعيني تكون على مكان السجود هذه الصفة العامة باقي 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 أنا الآن كمأموم وانت إمام عشان المسابقة الإمام هل تأركع الآن الركوع دائما فيه السنة رفع اليدين الله أكبر أنا الآن ركعت قبلك أنا نعم سابقت الإمام مع المأموم أخليك معي هي فيه أربع صور نعم يا تسابق يا تخالف يا توافق ها تسابق توافق تخالف وش باقي للرابعة تتابع تتابع الرابعة تتابع الواجب تتابع يوش المتابعة إذا أنا قلت الله أكبر ركعت اتبعني الله أكبر الله أكبر هذه المتابعة الموافقة يصير مثلي الله أكبر الله أكبر هذه موافقة هذا حرام المخالفة هنتظر شوي الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم الله أكبر هذا هذا أيضا لا يجوز المسابقة من يوم شافني بنزل رح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهذه محرم ولهذا الذي يسابق الإمام قال الحبيب يصور الله رأسه رأس حمار من سرعة من شدة المخالفة طيب وضع يدين كذا بعض الناس باقي شيء اللي هو المهم معلش تسمح له التشاهد الأخير بعضهم يقول كذا أيوه وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا كلها صحيحة كلها صحيحة كلها صحيحة لاحظة أنت أجلس الأول التشاهد الأخير إما هذه جائزة الثانية هذه الجلسة على الرجل ونصب الرجل اليمنى وبعدها الثالثة التورك نصب الثنتين سوائد أي التورك هذه جائزة في صورة جائزة طيب فضل الآن في صورة جائزة وفي صورة محرمة بين الجلستين ممكن أني بين الجلستين الآن أنا سجدت زيني أحبابي قلت كذا الله أكبر لاحظ يجوز أن أقول كذا هذه جائزة أليست هذه الإقعاء لا الإقعاء هو كذا يبتعد يبعد يبعد قدميه ويجلس بوئليته على الأرض هذه هذه التي لا تصح ذكرت أبو عتيق أنك إذا قمت للركعة الثالثة أنك تكبر مثل التكبير هالأولا طيب القومة مثلا من السجود كل قومة من السجود هل يجب أنك تكبر لا إذا قمنا من السجود لا نرفع اليدين إلا في إذا كانت القيام للركعة الثالثة 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 الثانية والرابعة الثانية أقصد نعم الثانية فقط الثانية هي التي ليست لأن الرابعة لا بها قيام الثانية ليست فيها رفع يدي أما الثالثة يعني بعد التشاهد قمنا في صلاة المغرب تشاهدت التشاهد الأول قمت أرفعي يدي إذن الصلاة ترفع اليد فيها في أربع مواطن الأول عند تكبيرة الإحرام الثاني عند الركوع الثالث عند الرفع من الركوع الرابع عند القيام للركعة الثالثة من التشاهد من التشاهد الثالث إن اسمه كرسي يا شيخ ساعد يصلي الشياب اللي يصليون على كرسي يلا يتنبههم عنه بعض الناس يقدم بعض الناس يأخرب يعني اللي يصلي على الكرسي له حالين يصلي الصلاة كاملة على الكرسي جالس هذا يجب يكون كرسية قوائمها الخلفية تحاذي أقدام المصلين وهو بيرجعها وراه ويسدي الصف اللي وراه إذا يصلي كل الصلاة على الكرسي لكن بعضهم لا يصلي الصلاة هو عنده المشكلة في السجود بس إذا سجده وجلس هذا لا حرج يكون الكرسي راجع على وراه لأنه بيوقف معهم بيركع معهم لكن إذا بغوا يسجدون جلس على الكرسي هو يحتاجه فقط في الجلوس فهذا صلاة معظمها قائم الثاني بعضنا يجي على رجليه يدخل المسجد ثم اليوم جاء جلس ثم قال الله أكبر لا يجوز من كان قادر على القيام يجب عليه يكبر تكبير ثالث الإحرام كاملة وهو واقف يقول الله أكبر ثم بعد ذلك له إن كان تعبان يجلس لكن وهو جالس الله أكبر وهو يقدر عن القيام صلاته غير صحيحة لا بعضهم يعني قادر على القيام ولا عنده مشكلة بس أنه من البدايتها جالس ما يجوز ولا يصح ذلك ولذلك نقول له من اليوم لا تكبر تكبيرت الحرام يا أبو فلان بعضهم داخل بعصاه المسجد يمشي يمشي فلما جال للكرسي جلس ثم قال الله أكبر وصلى هذا لا يصح قال الله أكبر وإن كان قادر توقف مع الإمام لأنه يخلص الركعة إذا ركع تجلس هذا أفضل لا تستخدم الكرسي إلا عند الحاجة له السجود أغلبهم بس السجود فقط المشكلة عند بعض الناس فعلا في الركب السجود واجب لكن وقيام ركننا نعم ركن الصلاة نعم تشهد يا شيخ بعض الألم ما إذا نسى التشهد الأول قام كمل صلاة الركعة الثالثة والرابعة وقعد للأخير وسجد سجود السجود هل أنه الإمام يرجع إذا نسى يعني في الركعة الثالثة الآن نسى التشهد يرجع يجلس أو لا هذا سؤال جميل يقول بندر إذا نسيت التشهد حتى مهو بالإمام حتى أنا أصلي في البيت ويوم صليت الثانية سجدت الثانية نسيت تشهد الثانية الأول وقفت قال الله أكبر هل أجلس دخلت فرقنا الآن عندنا ثلاث حالات إذا أنا الآن جالس أنا سجدت الآن هذا سجود الركعة الثانية هاي المفروض أني الآن أقول الله أكبر وقرأ التحية نعم لكن نسيت قلت وقلت 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 الله أكبر إذا أنا ما استقمت يلاحظ ما وقفت توني توني ما وقف ظهري أجلس وجوبا أرجع وقلها لكن إذا وقفت وما بعد قرأت الفاتحة يجوز لي أن أعود مع الكراهة لأنني شرعت في ركم بس ما بدت فيه لكن إذا قلت الحمد لله رب العالمين حرم علي أن أعود طيب وين راح التشاهد يا شيخ سقط عنك وتجبره بسجود السهو ليه سقط لأنه واجب والواجبات تعوّض الواجبات تعوّض بالسجود السهو لكن لو أني نسيت التشاهد الثاني بطلت صلاتي كلها لأنه ركن لأنه ركن والركن ما يجبره أي سجود الركن ما يجبره أي سجود يغلب الناس يخذوا الإمام في ركوعه وموضي ويذهب هل يجوز يلحق عن ركعة نعم أو يفك هل يجوز الإنسان يصلي وهم شمّر الكمّين نعم يجوز مع الكراهة الحنابلة لديهم رفع الكمّين مكروه وبعض المذاهب الأخرى لا ترى الكراهة لكن إذا جيت أنا وهو راكع قلت الله وهو لازلت كمومي كبر الله أكبر ثم اليوم رفعت نزلت الكمّين لا حرج لكن مع الكراهة لكن أبقل أمر بعض الآئمة ندخل عليهم ويقول وتوني بكبر لا هراف عن رأسه أيوة توني بقول الله وهراف ما بعد نطق الركعة هذه لا تصح لك ولا تحسب لك حتى تستقر راكعاً طيب ما هو المكوث الإمام في الركوع لانتظار المأمو بعضهم الله هدي مجرد الإمام الله أكبر وأنا ما بينه بين الصف اللي مترين سمع الله لمنه هل يجب على الإمام ينتظر المأموم إلى أن يلحقه لا لا يجب على الإمام أن ينتظر الإمام لو سمعه يركض أن الله مع الصابرين الله أكبر أنت مأمور شرعاً أنت مأمور أنك ما تسرع يا مأموم لا تركض لا تسرع يا مأموم ومش عليك السكينة فما أدركت فأتم وما فاتك فقضهي كما قال عليه الصلاة والسلام باقي أربع دقائق السؤال الأخير يسلم الآن أنا دخلت مع الإمام هذا تحدث معنا حنداي مثلاً هو راكع أنا حين كيف آلية الدخول أو طريقة هل أكبر ثم أكبر معه لا أكبر وأيضاً هو في حالة السجود ولا إذا كان في الركعة الثانية مثلاً الركعة الثانية كيف أدخلها بالتكبيرة واحدة ولا تكبير تلك لاحظ تكبيرة نايف مهيب صحيحة يلمس إذنه يحط بعضهم إذا يكبر يقول كذا يلمس إذنه ثم يكبر هذا لم تتكبير هكذا في ديني وانا متجافية مستقبلة القبلة حذوة منكبية أو أذنية أو ما بينهما ما تقول بعضهم يقول الله أكبر هذه وحده سؤالة جيد يقول أنا الآن إذا رأيت الإمام راكع وش أسوي أقول الله أكبر نسأله نقول الله أكبر هذه تليل ركوع صلاتك باطلة طيب وش أسوي كبر للإحرام وانت واقف الله أكبر الله أكبر الله أكبر التكبير الثانية هذه واجبة لكن الأولى ركم طيب يا شيخ بسرعة ودي أكبر وحده إذا نكبر وانت واقف الله أكبر ثم اركع صحيحة هذه لأن الأولى صارت وأنت قائم للإحرام وأنت قائم للإحرام إذا جيت الإمام وهو ساجد هل أدخل معه ولا انتظره لأن يقوم لا أدخل معه أدخل فورا في أي صورة كان ويمكن تكون سجدتك ذيك اللي مهم حسبت لك اللي تدخلك الجنة الله أكبر واشتراك انت باخلع نفسك بسجدة يقول يقول نخل هنا أن يقومون يا أخي سجد الله يرحم والدي وتابعه مع أنه لا يدرك الإمام لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة